يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منتخب مصر يودع من دور الستاشر كأس الأمم الأفريقية أمام الكنغو الديمقراطية بعد الخسارة فيه ضربات الترجيح منتخب مصر يودع كأس الأمم الأفريقية دون تحقيق أي فوز في أربع مباريات منتخب مصر يودع كأس الأمم الأفريقية وهو يتلقى هدف على الأقل في كل مباراة تهتزي شباكه دائما منتخب مصر في أسوأ أداء ممكن في تاريخ مشاركاته في كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر اللي كنا ندعم ونساند وهنفضل ندعم ونساند منتخب مصر لأنه منتخب بلدنا سحا دائما كنا بندور على نقطة إيجابيات نقطة نقطة إيجابيات وسط كثير من السلبيات قلنا لعله عسى تغطي على السلبيات بس آه والله كنا شايفين زي حضرتك بالزبط كده السلبيات السلبيات اللي مش في منتخب مصر بس السلبيات اللي في كل حاجة في كرة القدم في مصر كل حاجة في منظومة كرة القدم في مصر كل حاجة غط كل حاجة سلبية احنا بس كل شوية نصبر نفسنا كل شوية الصدفة تقودنا لإنجاز كل شوية نقول يلا قولوا يا رب وتعالوا ندعي ودعوات المصريين سيفش حد بينجح طول الوقت بالطريقة دي مش كل حاجة بالدعوات المصريين مش كل حاجة بالدبح عجول يعني اللي راحين ندبح عجل قبل المباراة تمان نروح نجهز نفسنا صح ونشتغل كويس ونحفز اللاعبين بشكل كويس يعني وصلنا للمرحلة دي وصلنا للمرحلة السيئة دي اهو دبح العجل ده منخص للي احنا بنعيشه في منظومة الكرة في مصر سيبها على الله يمكن تيجي مفيش حد بيعمل كده انت بتسعى وربنا بيقف معاك انت بتجتهد وربنا بيدي للمجتهد احنا لا بنسعى ولا بنجتهد وكل شوية نقعد نسرخ وعلى أعصابنا ويا رب وعشان الناس الغلابة وعشان المصريين التعبنين وعشان ظروفنا وعشان حرام وعشان مش عارف ايه بس فيش حد بيشتغل كده لما نوصل ان منتخب موزنبيق بقى احسن مننا منتخب الكنغو النهارده عامين نقول ايه يا رب الكرة تطلع قاوت بنلعب قدام الكنغو الديمقراطية وبنقول يا رب الكرة تطلع قاوت عشان ناخد نفسنا النهارده محمد ابو جابل بيقع عشان ضيع وقته قدام منتخب الكنغو الديمقراطية انتو فاهمين حجم المأساة والله حجم المأساة ما بيتعلقش فقط بفيتوريا الصدمة كبيرة بصراحة صدمة كبيرة شخصيا انا مظلوم فيه انا كنت متخيل احسن من كده بكتير بس ما عملش اي شيء في هذه المطولة قبل ما تحاسب اللعيبة تحاسب المدرب روي فيتوريا وجهازه المعاون حاسب اتحاد الكورة اللي احنا كان عندنا مدرب قريدي ناجح قريدي عمل شغل كويس اللي هو قرلس كروش وبتسيب ويمشي وبتعمل له مشاكل ليه؟ عشان احنا منظومة سيئة وانا بحاول اختار الالفاظ والله منظومة قروية سيئة غير افراد هتلاقي نفس المنظومة سيئة غير افكار هتلاقي نفس المنظومة سيئة عشان اللي بيجوا افكارهم اصلا سيئة زي اللي قابلوهم احنا عندنا مشكلة كبيرة وقد حاسبها بقى من تحت من قطعات النشئين مدرب 17 سنة يجي بالمجاملة مدرب 19 سنة ولا تحت 20 سنة يجي بالمجاملة مدرب منتخب أولمبي يجي بالمجاملة مدرب أجنبي اصله يعني هنتصرف له في فلوس عشان مش عارفين نجيب فلوس لن بتجيب مدرب أجنبي ايه اصلا من الاول تعمل ازمة ايه اصلا من الاول وتختار على اساس ايه المدرب الأجنبي وبنجيبه على اساس ايه اه والله عشان انت هتقول لي انتوا تكلامكم بيتغير ما احنا هنفضل ندعم طول ما المنتخب بيلعب يعني هفضل اطلع عقولك المنتخب سيء والمنتخب كرسى والعيبة دي لازم تترحل والعيبة دي مش عارف ايه والمدرب مش عارف ايه وهم بيلعبوا بس لما نخسر نقول اللي في قلبنا بقى اللي في قلبنا انه والله العظيم منظومة الكورة في مصر حاجة في منتهى السوق من خمسين سنة من خمسين سنة انتوا متخيلين احنا عايشين المأساة دي كل شوية وكل ما تتكلم حد يقولك بس انجاز 2006-2008-2010 والله كان ينجاز استثنائش بيجيل استثنائي وظروف استثنائية بس ايس بقى على تاريخ منتخبات مصر كلها احنا بالصدفة وبالروح والحماس على فكرة كلمة الروح والحماس يقولك ايه اصل منتخب مصر هو منتخب الروح والحماس جماعة المنتخبات التانية هتلعب بروح والحماس اصل احنا عندنا شعب غلبان وربنا هيكرمنا عشان خاطر الشعب الغلبان دوت ما هم برضو شعب هم غلابة يعني ايه الميزة ما احنا عايزين نشتغل ما احنا عمت احنا نشتغل عشان لما احنا نشتغل نقول والله احنا عشان نشتغلنا واكتهدنا عملنا كده لكن احنا عايشين الفترة اللي فاتت في الاتحاد الكورة اصلا مثلا يعني هل حما مثلا صلاح في الانتقاد هل ترى حد تكلم سيبه يا عم يغرق هل حد هيحمي فيتوريا سيبه يغرق هل عد هيحمي اللعيبة اللي تعبت اللعيبة اللي ما تعبتش سيبهم يغرقوا طيب معلش والله وانت بتتفرج عن مبرى النهاردة وهقول لك اسماء وامري لله يعني زيزو عمر كمال عبدالواحد محمود حمادة حمدي فتحي كل اللعيبة دي يا جماعة احنا منتكلم في 20 و 30 و 40 و 50 مليون قول لي ليه اللعيبة دي عظيمة هنا عندنا في الدورة بس انت متخيل في منافسة فيها كونغو وموزنبيك وكاب فردي مش عارفين نلعب قدامهم وهم اللي أحسن مننا طيب اللعيبة دي من اديها الفلوس دي كلها ليه ده فساد نظام نظام كورة في مصر اللعيبة دي بتاخد فلوس على اساس ايه الفلوس الكتير دي على اساس ايه النجومية العظيمة يعني اللي بيعملوها أقول لك ليه عشان بنكسب هنا بعضينا في الدورة المصري والأمور بتمشي واني عطرد على حكم واني قول اصل حكامنا مش عارف ايه واصل المدرجات مش عارف مفاش ايه واصل الحصل مش عارف يعني قول اي مبررات غير ان احنا الكورة نفسها بنصلحها احنا متصلحش الكورة في مصر والله يبقى اننا خمسين سنة مش عايز اقول اكتر كمان انا بقول يعني اللي الواحد عاشه واللي شافه قبلها يعني من شوية فيديوهات بس احنا في كوارث ما بتتصلحش وانا النهار ده هتكلم في القصة دي مع ضيوفي بس هقولك اهو من دلوقتي هنقول نفس الكلام كلنا والله اللي بنقوله من خمسين سنة اجماعة لو سمحتوا حد يحل المشكلة دي والله يا حرام حرام احنا كلنا عمالين نسرق واحنا منتفرج واحنا زنبين ايه احنا هنبدل زنبين ايه احنا نقول اجماعة اخدوا بالكم احنا لازم نبدأ بقطاعات النشئين في الاندية لازم تتصلح اجماعة لو سمحتوا منتخبات الشباب لازم يبقى فيها شغل كويس اجماعة لو سمحتوا محتاجين مسابقة محترمة منتظمة اجماعة لو سمحتوا محتاجين لعيبة ما يكونش فلوسهم عالية او كده يا جماعة لو سمحتوا طلعوا اللاعبين للإحتراف انتم شو بتسمعوا الكلام ده بقى لكم خمسين زنة زي زيكم هنقولوا النهاردة تاني هنقولوا بكرة تاني للأسف يعني بس الأسف برضو قرار مش في إيديا ما لو قرار في إيديا أنا لو هروح أعمل الكلام ده وتقول والله رقم واحد لازم اللعيبة تطلع للإحتراف هتقول لي ما أصل الأندية بتمسك في اللعيبة لا نشوف حل نشوف حل نفرض عليهم بأي شكل من الأشكال قطاعات الناشئين ماينفعش يبقى بالمجملات يا جماعة إحنا منتخبات مصر كلها بتاعت الناشئين عايشين فيها بقى لنا خمسين سنة بالمجملات على أساس إيه يا عامل هومش المنتخب الأول فمحدش يحس بيها هات أي واحد صاحبنا نعينه يا فنن ما هوم دول اللي بيطلعوا للمنتخب الأول بفي الأخر ما بلهمش كويسين إحنا طول الوقت مصطفى محمد صلاح لما بقاش موجود إحنا عامين كلها نسرخ بقى لنا كم يوم محمد صلاح مش معانا محمد صلاح سمنا محمد صلاح بعنب محمد صلاح مش عارف إيه حياتنا كلها بقت متعلقة محمد صلاح مصطفى محمد يعني لما بيزق معانا نقول الحمد لله مصطفى محمد بيزق لما تسجيل عماتش حالو يا سيد يا ع السلام لكن إحنا ما عندناش منتخب والله ما عندنا منتخب أنا آسف لأنا بقول كده وأنا آسف وبالمناسبة أنا بقول لك كلمتين دول وأنا عارف إن اللعيبة النهاردة اكتهدت وقرقت بس إحنا مش تقال إحنا مش تقال في الملأ إحنا متوترين إحنا خايفين إحنا من أول ديها قدام مزمبيك بنترعش بنترعش قدام مزمبيك إنت عارف المقساة؟ إنت بتخيل المقساة إحنا في 2024 منتخب مصر سبع بطولات والتاريخ والإسم الكبير والأسماء العظيمة إحنا منترعش وإحنا قدام مزمبيك إحنا النهاردة قدام الكونغو إحنا كل كرة علينا خطر مش النهاردة إحنا كل كرة في البطولة قدام الأربع منتخبات الأمنهم خطر خطر كل كرة على مرمانة إيه ده فيش منظومة خالص لا في الملعب ولا خارج الملعب من قلبي والله أنا أقول الكلمة دي من جوة 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 قلبي وأنا أول مرة أتكلم بالطريقة دي بس حزب يا الله ونعمل وكيل في كل واحد ما بيديش للرياضة المصرية وكرة القدم المصرية حقها بالعدل بالضمير بالشغل المحترم حزب يا الله ونعمل وكيل فيك تبتيجي عشان تاخد منصب بتيجي عشان تاخد مركز بتيجي وما بتشتغلش أنا والله داخل النهاردة بقولي الكلام ده من جوة قلبي ومن حصن الحظ مش إن إحنا خسرنا بس إحنا خسرنا والواحد داخل على أولا عشان ما يفلطرش الكلام يقوله كده على طول ويطلع على اللي افتقته الله يسمحكم الله يسمحكم عشان النهاردة فيه مئة مليون مصر على الأقل دلوقتي هينامز على نين بسبب واحد بيجامل واحد بيتوسط لحد غير مؤهل واحد مش عايز حتى يعمل مجهود ويصلح هو مش عايز غير حاجة واحدة بس إنه ياخد منصب في كرة القدم المصر رجاءا يا رب إن شاء الله من بكرة من بكرة ما شوفش الوجوه دي ما شوفش الوجوه اللي قبلهم ما شوفش الوجوه اللي قبل قبلهم ونشوف ناس بقى بجد بتشتغل بضمير إحنا نستحق ده والله إحنا الشعب المصري إحنا الجمهور المصري نستحق نشوف ناس بتشتغل بضمير والله بكل بساطة ومن كل من كل قلبي أرجوكم يا جماعة اللي يقدر يعمل ده يعمله أنا ما عافش مين بس اللي يقدر يعمل ده يعمله